السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء معكم أستاذ المهندس محمد نور بمادة الرياضيات وارتاورة تم ميتماتيك دكوز درس كتابه رح نتابع بهالكتاب وحل ما توقفنا الدرس السابق بالصفحة 145-40 وصلنا عند فقرة جديدة برنجي درجة دان اكي بلنميان لشد سزلكلار يعني المتراجحات بمجهولين من الدرجة الأولى منشوف عوال أورنيك عبيقلي اكس ناقص واي أصغر أو تساوي لثلاثة الشد سزلين تزومكم اسنه كوردنات سيستم اندى قوسترلم نحن فرجي جموعة حلول هالمتراجحة هاي عن طريق الكوردنات سيستم الآن الكوردنات سيستم هو هذا الشكل هو محور الأحداثيات بالعربي يعني X وال Y الآن نشوف كيف نطالع حل المتراجحة اللي بيكون فيها مجهولين عن طريق محور الأحداثيات قال أول الشي بفرضة تساوي يعني بقلبه من متراجحة لمعادلة فإذا قلبت من متراجحة لمعادلة رح تصير عندي من هالشكل هاد X ناقص Y تساوي ثلاثة هذا الشكل هو معادلة مستقيم قال برسم هالمستقيم هاد بعديني بناقش الأكبر والأصغر ونشوف وين القيام اللي بتحقق وين القيام اللي ما بتحقق أول الشي فرضته بهالشكل فلأرسل مستقيم تعلمنا أنه لازم أوجد نقطين أول الشي بفرض X تساوي الصفر فبطلع عندي الناقص ال Y تساوي ثلاثة فلأطارع ال Y بدرب بناقص فبصير عندي ناقص ثلاثة صار عندي نقطة X ناقص ثلاثة لأرسم المستقيم بيلزمني كمان نقطة ثانية هالمرة بفرض Y تساوي الصفر إذا فرضت Y تساوي الصفر فبطلع X تساوي ثلاثة Y تساوي صفر معناتها X تساوي ثلاثة هلأ صار عندي نقطتين بقدر برسم هالمستقيم هاد أول نقطة صفر على الإكسات على ال Y ناقص ثلاثة زلت على ال Y ناقص ثلاثة حطيت نقطة رحت على الإكسات الثلاثة حطيت نقطة وصلت ما بين هالنقطتين طلع معي المستقيم طيب هذا هو المستقيم اللي معادلته X ناقص Y تساوي ثلاثة طيب المعادلة أو المتراجحة الأساسية إيش هي عندي؟ عندي ال X ناقص Y أصغر أو تساوي للثلاثة طيب إذا كانت أصغر أو تساوي للثلاثة طيب هذا المستقيم بيعبر لي عند الثلاثة تمام مثل ما نكون شايفين طيب إذا هو أصغر أو تساوي يعني هذا ما بحقيقي غير إذا كان أصغر أو تساوي فبرجع هذا السالب مو هذا السالب عندي على ال X هذا السالب فبقول هاي المنطقة هي كلاتها اللي بحقق لي فيها معادلاتها طيب أنا بروح بجرب نقطة من نقاط المساحة اللي بحقق لي فيها مثلا خلينا ناخد أسهل نقطة اللي هي الصفر الصفر طيب إذا عندي هون نقطة صفر صفر بروح بعوضة هون عودت هون صفر عودت هون صفر صار عندي الصفر أصغر أو تساوي ثلاثة وهذا الحكي صحيح هو أصغر من الثلاثة فمعناتها تحقق فمعناتها هادة إش في عندي نقاط هون كلاتها بتحقق إياها هالمعادلة هاي طبعا عبرت عن مجموعة الحلول عن طريق مين عن طريق محور الإحتاسيات يعني عبرت بطريقة الرسم إنه أنا عندي إش في قيم موجودة بهالمنطقة هاي كلاتها محققة أما إش في نقاط موجودة بهالمنطقة هاي المنطقة المعاكسة لأله غير محققة فمثلا خلينا نأخذ أي نقطة من هالنقاط هاي مستحيل تعود مثلا خدوا هاي النقطة هاي النقطة اش أحداثياتها خمسة على الاكس على يصفر طيب خمسة على الاكس خمسة على الاكس على يصفر راحة الواي أصغر أو تساوي لثلاثة هل الخمسة أصغر أو تساوي لثلاثة طبعا هذا الحكي غير محقق إذن هالمنطقة هاي كل ياته آآ غير محققة للمعادلة أما هالمنطقة هاي كله ياتا حيالله رقم تاخدوه من هالمنطقة هاي رح يحقق لي المعادلة هلا بالأورنيك البعده عبيقلي Y ناقص 4 أكبر من ناقص X كمان بده نفس الشي عبيقلي هالمتراجحة فرجيني حلولة عن طريق الكوردينات يعني عن طريق محور الإحداثيات بنفس الطريقة تماما بشير هالمعادلة هاي بستبدل الأكبر أو الأصغر أو أكبر أو يساوي أو أصغر يساوي بيساوي فبصير عندي هون Y ناقص 4 تساوي ناقص 2X هلا بنفس الطريقة بدي أرسمه فبفرض نقطين خلينا ناخد أول نقطة مثلا Y تساوي الصفر طيب إذا Y تساوي الصفر معناتها هي طالت منه صار عندي ناقص أربعة إيش تساوي ناقص 2X اختصروا على 2 فبيطلع عندي هوني 2 والناقص مع الناقص فبتطلع عندي X تساوي 2 هيك بكون طالعت النقطة الأولى اللي إحداثي ياته 2 عال X وياته 0 طيب بجي بطالع كماني نقطة تاني بفرض هالمرة X تساوي الصفر طيب إذا فرضت هون X تساوي الصفر فصار عندي هذا الطرف يساوي الصفر فصارت عندي ال Y ناقص أربعة تساوي الصفر بقلب الناقص أربعة للطرف الثاني بتصير زائد أربعة فبتطلع عندي النقطة التانية X تساوي صفر وياته أربعة هلأ بجي بروح على محور الإحداثيات عندي X تنين و Y صفر بحط نقطة عندي X صفر و Y أربعة كماني بحط نقطة وبرسم مستقيم بقال له هذا المستقيم معادلته من هالشكل هلأ بجي بناقشه طبعا رسمه منقط لأنه هذا المستقيم ما لداخل بالقيم ليش؟ لأنه هو ما اللي أو تساوي اللي فقط أكبر فهذا المستقيم رح يكون حد الفصل ما بين المنطقة اللي بتحقق هالمتراجحة والمنطقة اللي ما بتحقق هالمتراجحة ولكن هذا المستقيم هو بزات نفسه كنقاطه ما لداخل هلأ منشوف ببلش بناقشه عندي الواي ناقص أربعة أكبر من ناقص اتنين طيب أنا بنقول هاي ناقص اتنين بنقلة لهالطرف فبصير الواي زائد اتنين ايكس أكبر من مين؟ الاربعة خلينا ننقل للطرف الثاني فبصير كانت ناقص اربعة بصير زائد اربعة من الاربعة طيب هلأ هذا المستقيم الواي زائد اتنين اكس أكبر من أربعة معناته لازم إذا بدي يحقق لي لازم يكون بالطرف الأكبر هو المحقق طيب معناته أنا بجي كمان إلا أتأكد من حلي بروح بفرض أي نقطة من هالنقاط الموجودة هون شعد أتحقق لما رأي تحقق خلينا ناخد كمان الخمسة هاي النقطة أش أحداثياتها خمسة على الاكس على الواي صفر فصار عندي هون صفر هون خمسة اتنين ضرب خمسة عشرة هل العشرة أكبر من الاربعة؟ صح تحقق طيب خلونا نروح ناخد قيمة مضطرف الثاني خلونا ناخد قيمة مثلا عند النائس واحد الواي نائس واحد هوني وي نائس واحد وإكسة صفر إكسة صفر عمت راحة هاي عندي واي نائس واحد النائس واحد هل هي أكبر من الاربعة؟ طبعا هي أصغر من الاربعة ما بتحقق هاي المنطقة كلتها الموجودة هون غير محققة لهالمتراجحة بينما المنطقة الموجودة هون محققة للمتراجحة والنقاط رسمناها هذا منقاط قلت لكم لأنه قيمة ليست داخلة يعني عندي هون مثلا اثنين مو بتمر منه ما يداخل اثنين هوني لوالكن يابي لون تاني ليدلكن انه هاي المنطقة هي المحققة للمعادلة هلا بالقورنيك البعده عابي قلي 3x نائس واي اكبر من 6 وكماني قيل لي x زائد 2y اصغر او تساوي الاربعة كماني طالب مني لهالمتراجحة اوجد مجموعة الحلول باستخدام الكوردينات سيستم طيب باستخدام يعني محور الاحداثيات هلا باجي بطالع عندي صار هالمرة مستقيمين بطالع لهالمستقيم نقطين وبرسمه وبطالع لهالمستقيم نقطين وبرسمه بنفس الطريقة اول شغلة بساوي بدال الاكبر والاصغر بساويهم يساوي يعني عندي 3x ناقص y تساوي 6 بقول عنه لهذا وهذا كماني بقول عنه x زائد 2y تساوي 4 كماني بفرض اول شي x تساوي 0 فبصير عندي ناقص y تساوي 6 معناته y تساوي ناقص 6 هاي y تساوي ناقص 6 وهاي x تساوي 0 وثاني نقطة بفرض فيا y تساوي 0 اذا راحت عندي y بصير عندي 3x تساوي 6 بقسم طرفين المعادلة على 3 فبصير عندي x تساوي 2 هاي 2 وهاي y تساوي 0 وبروح برسمه لهالمستقيم هاد عندي عند x 0 y ناقص 6 بنزل ناقص 6 بحط نقطة وكماني عند x 2 y 0 كمان بحط نقطة وبرسمه منقط ليش لانه هون اللي اصغر او اكبر تماما هلا باجي عن المستقيم التاني كمان بفرض y تساوي 0 اذا فرضت y تساوي 0 بتطلع x تساوي 4 وكماني مرة تانية بفرض x تساوي 0 فبصير عندي 2 y تساوي 4 بقسم طرفين معادلة على برسمه اول نقطة يكون اربعة على x باجي اربعة لل x 0 على y وهون كماني 0 على x 2 على y وبرسم مستقيم طبعا رسمته ما منقط انه هون عندي او تساوي طيب هلا عندي هالمستقيمين هدول هلا كيف باجي بناقش عندي هاد المستقيم المناقط ايش عبقلي عبقلي 3x ناقص y اكبر من 6 طيب اكبر من 6 معنات هو عندي هذا المستقيم طيب اذا بدي يكون اكبر من 6 معنات لا يتحقق عندي هالمستقيم هاد يتحقق بهالمساحة اللي موجودة هون كل القيم الموجودة هون تتحقق عندي بهالمستقيم هاد طيب باجي بناقش المستقيم التاني عوقلي هم بالاحمر وهم بالازرق معنات المنطقة اللي بتحقق لي المعادلة المستقيم هي هالمنطقة هاي اللي موجودة من هون هيك هون هيك هاي المنطقة كل بتحقق لي معادلة المستقيم اهلا هون بتمرين سيراسيز دا عبقلي الثلاثة اصغر او تساوي الاكس ناقص واي كمان اصغر او تساوي الخمسة كمان طالب مني عن طريق محور الاحداثيات بده ارسم له المنطقة المعرفة على هالمستقيمين هدول طيب انا ما زال عندي هالشكل هاد طيب اذا كان عندي هالشكل هاد انا بقدر بكتب اكس ناقص واي اصغر او تساوي الخمسة اخطى بهالشكل هاد هاي معادلة مستقيم طيب كمان ما بقدر بكتب اكس ناقص واي اكس ناقص واي اكبر او تساوي ثلاثة طبعا بقدر بكتب نفس الشي انا اخط مرة بهالطرف مرة بهالطرف لان هدول المعادلتين او هدول شرطين محققات في هالمعادلة هاي او في هالمتراجح هاي فصار عندي اكس ناقص واي اصغر او تساوي الخمسة كمان اكس ناقص واي هي اكبر او تساوي لثلاثة بنفس الطريقة بفرض اكس تساوي الصفر بطالع قيمة لل اكس ولل واي هاي نقطة بنفس المستقيم كمان بفرض بالعكس واي تساوي الصفر فبتطع عندي نقطة تانية كمان بالمستقيم التاني كماني بحط له مساوات يعني بشيل هدول بحط بدالهم تساوي بصير عندي كماني بطالع اه نقطتين اكس واي طيب مازال طلع عندي نقطتين هلا ببلش رسم رسمت الاول المستقيم الاول عندي نقطة لالو صفر نقطة ناقص خمسة نزلنا ناقص خمسة على الواي حطينا نقطة ورحنا زائد خمسة على الايكس حطينا نقطة ووصلنا بيناتهم ونالو هذا المستقيم لمعادلته كزا طيب كماني هون عندي نقطتين كماني عندي ناقص ثلاثة نقطة عند اللي ثلاثة على الايكس نقطة ووصلت بيناتهم بلاحظ انه صار عندي المستقيمين متوازيين طيب معناتها هدول المستقيمين حل مشترك ما في بيناتهم نحن اتفقنا اذا كانوا هدولي متوازيين اذا كان عندي مستقيمين متوازيين الحل المشترك بيناتهم هو فاي طيب هو ما طلب مني لحل المشترك اللي وجد لي المنطقة اللي بيكون فيها هالمتراجحة معرفة طيب المنطقة اللي بتكون فيها المتراجحة معرفة لازم نناقش معادلتين هالمستقيم هدول طيب عندي هون اكس ناقص واي اصغر او تساوي الخمسة هلأ هون في ناحية انه انا لما بدي اناقش هالمناقشة هاي مين عندي موجب من هدول عندي الاكس موجب الاكس موجب معناتها على اساس الاكس بنطلق يعني عبقلي الاكس لازم تكون اصغر من خمسة هاي الاكس انا عبناقش معادلتين مستقيم معادلتين مستقيم هالاكس لازم تكون الاكس اصغر من الخمسة معناتها لازم يكون متجه لهالطرف هاد هادا بهالشكل راح يكون لانه هون عندي الاكس تساوي الخمسة انا بدي اياه اصغر من الخمسة فهدا صار بهالشكل هاد اما التاني فعب يقلي الاكس ناقص الواي الناقص الواي مشان ما نتخربط وناخد العكسي ساووا حالكم ما يكون شايفين هاي قارنوا مع الاكس الاكس لازم تكون اكبر او تساوي مين لثلاتة طيب بغير اللون عندي ايش عبي قلي عن هذا المستقيم هو اكبر او يساوي ثلاثة طيب هو مبلش من عندي ثلاثة معادة اكبر او يساوي ثلاثة بدي روح بهالاتجاه هاد طيب ايش المنطقة اللي تقاطعت معي فيها اللونين سوا هي المنطقة اللي هو طلبة طبعا المنطقة اللي تقاطع معي فيها اللونين سوا هي بين المستقيمين هاي المنطقة هي منطقة مطلوبة هلأ هون بهالأورنيك عبيقلي Y أكبر أو تساوي لـ 3X زائد 6 وكماني Y أصغر من 3X ناقص 3 بروح أول شي كماني هون نفس الشي بده عن طريق الـ Coordinate System أروح أطالع له مجموعة الحلول لكل مستقيم طيب كماني هاي بساوي بدل هادول بساوي يساوي وبطالع نقطتين برسم الأول وبطالع نقطتين برسم الثاني هون صار عندي Y تساوي 3X زائد 6 فهاد بطالع منه نقطتين وبرسمه وهاد كماني بطالع منه نقطتين وبرسمه فبصير عندي هون أول مستقيم بيطلع منه النقطة 06 وكماني ناقص 2 صفر بروح برسمه بيطلع معي بهالشكل هاد هون عندي 6 صفر هوني ناقص 2 صفر بحط نقطتين وبرسمه كماني المستقيم الثاني بيطلع منه نقطتين صفر ناقص 3 صفر ناقص 3 حط نقطة كماني 1 صفر حط نقطة وصل بيناتهم بجي بناقشهم ليبين معي بشكل أوضح بروح بكتبه Y أكبر أو تساوي بنقول الـ X لهذاك الطرف فبصير عندي ناقص 3 X زائد Y أكبر أو تساوي من الـ 6 طيب بجي هاد المستقيم عندي هاد المستقيم بده اياه أكبر أو تساوي الـ 6 طيب هون الـ 6 أكبر أو تساوي معناته هالمنطقة هاي هي الفعالة عندي وهذا الثاني كمان بروح بكتبه بشكل Y ناقص 3 X أصغر تماماً من الناقص 3 طيب هاي هون عندي بالناقص 3 بدي أصغر تماماً من الناقص 3 فهالقيم هاي الموجودة هون عندي كل ياته تحقق شايفين ما في عندي ولا قيمة متضاربة ما بين اللونين ليطلع معي حل مشترك لهاتنين حل مشترك بيناتن أبداً ما في لذلك هو التزوم كوميثة بوش كوميدر يعني هي الحل الوحيدة له هو الفايل اللي مجموعة خالية لهون بينتهي درسنا اليوم شكراً لحسن أصغائكم نلتقي بالدرس القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر